الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم ودعم مكون الجغرافية القسم السادس ابتدائي طبعا المرجع هو الجديد في الاجتماعيات طبعا إذن الصفحة هيا خذوا أبناء الصفحة 75 هيا 75 إذن عدنا نبدأ بالـ 80 رقم 1 الذي طبعا يقول أحدد موقع المدن الثلاثة بالنسبة للمغرب والكيانات الزغرافية المحيطة بها طبعا هذه المدن هيا الخريطة عدنا طنجة ثم أقادير ثم العيون نعم إذن بالنسبة لتنجة الكبير وطبعا نرى الجنوب لكن هنا العيون سنرى هنا الإجابة إذا نبدأ بأقدير في الواسط الغربي نعم للمغرب يحدها غربا قلنا المحيط الأطلنطي يحدها غربا المحيط الأطلنطي طبعا هي دمنا امتداء جغرافي لسيطة جبل أطلاف أطلس الكبير دمنا امتداء جغرافي لسلسلة أطلس الكبير بالنسبة للطانجة تقع الطانجة الشمال غرب المغرب في نقطة التقاء ها هي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي نعم بالنسبة للعيون تقعوا في جنوب المغرب العيون هي في جنوب المغرب وطبعا يحدها غربا هنا المحيط الأطلنطي ويحدها جنوبا تحت منها جنوبا جهة ذهب وهي القويرة جنوبا وشرقا هنا موريطانيا يحدها شرقا موريطانيا وطبعا شمالا جهة غلميم السمارة ها هي الموقع السؤال الثاني أضعوا جدولا وسجلوا فيه معدل حرارة ومتوسط تساقطات المدن الثالثة نضعوا فيه المدن ونضعوا فيه المدن ونضعوا معدل حرارة ومتوسط تساقطات مثل المدن الثانجة من المدن الثالثة 15 حرارة و250 مل وعوت تعالى يجبн هنا مشكلة 4 مدن الثالثة ومتوسط تساقطات الثانج مدى الحرارة 270 مليلتر متوسط التساقطات بالنسبة للعيون نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة 20 و 30 مليلتر متوسط التساقطات نعم أقارن بينها من حيث الحرارة وتساقطات نلاحظ الحرارة هنا في العيون مرتفعة في طنجة معتدلة وحتى في أقادلتها نوعا ما معتدلة ولكن الطنجة هنا في معتدلة وهنا مرتفعة جدا التساقطات نلاحظ التساقطات هنا في طنجة كثيرة ونغفى العيون قلة التساقطات هنا ارتفاع التساقطات إذا سنرى السؤال موالي استخداما إذا كان معدل الحرارة ومتوسط التساقطات يتناقصاني أو يتزايداني في تلك الشمال إذا نرجع للخريطة لدينا هنا يعني كلما اتجه هنا من الجنوب إلى الشمال لاحظوا هنا الحرارة كانت 20 تهلت هنا 14 إذا تتناقصوا درجة الحرارة وبالنسبة للتساقط هنا 30 مليلتر هنا 650 مليلتر يعني كلما اتجه هنا من الجنوب إلى الشمال نحو الشمال ترتفع وتتزايد متوسط التساقطات ترتفع التساقطات هنا قلة ولكن نمشي من الجنوب نحو الشمال نلاحظ ارتفاع التساقطات هذا ما سنرى هنا معدل حرارة يتناقص كلما تجه هنا نحو الشمال ولكن متوسط التساقطات يتزايد كلما تجه هنا نحو الشمال الشمال هنا قلنا السؤال الأخير هنا أشرح علاقات هذا الاختلاع بين المدن الثلاثة من موقع المغرب بين النطاقات المناخية الكبرى إذا المغرب يقع طبعا نجل نطاقات النطاق المعتادل والنطاق الحار فالنصف الشمالي هذا الفقاني نصف طبعا معتادل هنا حار طبعا سنرى ذلك يقع طبعا المغرب يقع المغرب ضمن النطاقات المناخية العالمي الكبرى نطاق معتادل وتوجد به طنجة وأقادير ونطاق حار توجد به مدينة العيون هذا ما يفسر ارتفاع درجة الحرارة في العيون لأنهم تتمين نطاق الحار واعتدالها في طنجة درجة الحرارة معتادل بالتالي فطنجة توجد في النطاق المعتادل وكذلك ارتفاع تساقطات في طنجة وقل التساقطات في العيون زيادة على ذلك كما أن تأثير البحر ونطاق أطلنطية وفي العيون هناك تأثير الصحراء الكبرى على نطاق الحار تأثير الصحراء الكبرى نمر إلى التمرين الثاني ولاحظوا هذه الخريطة وأجيب أضعوا تأولا هذه الخريطة هنا لدينا GMT0 هنا لدينا موانزان أضعوا تعريفا الخط وهذا هو خط طول طبعا درجة طبعا سلسيس هو الذي يفصلنا بين الجهة الشرقية والجهة الغربية وهو الذي يفصل بين الشرق والغرب نعم من الكرة أرضية نعتبره بمثابة الجسم المرجعي بمثابة الجسم المرجعي يعتبر الجسم المرجعي يعتبره بالجسم المرجعي يعني هو الذي يفصلنا بين الغرب والشرق نعم أذكر الجهات التي تحددوا باعتماد الخط نعم نعم ، إذا كنا لدينا جهة الشرقية ، ثم نعود الجهة الغربية ، جهتها الجهة الشرقية والجهة الغربية نعم ، أستعملوا وردة الرياح ، وأحددوا موقع المغرب بسبب الخط غريميج وردة الرياح ، نكبرها ، المغرب جاء فاتج هذا ، هنا الشمال ، هنا الشرق ، هنا الغرب ، إذا المغرب يقع في الجهة الغربية من خط غريميج أشرح ما يأتي على ذلك ، أبينه علاقة المغرب ، إذا جمتها بالجهة المغرب والجهة الغربية نعم ، إذا كنا لدينا سحب المغرب خط غريميج قلنا قال هذا ، أشرح ما يأتي أنه نعم ، هذا جمتها هي التوقيت العالمي للدول التي نعتبر شرق الخط غريميج ليس لديك خط غريميج حسب النطاقات إذا كانت نطاق واحد بعيدة وكانت نطاقين ثم هذا التوقيت هذا هو توقيت غرينيش التوقيت العالمي هو بمثابة المرجع الأصلي نعم ثم عدنا جم تيموانزا طبعا التوقيت العالمي للدول التي توجده غربة خط غرينيش إذن توجد غرب خط غرينيش يوجد ناقص ناقص على توقيت غرينيش وطبعا توجد في الشرق يوجد بلوس أتمنى طبعا أن تكون قد استفدتم من هذه الحصة شكرا على تتبعكم شكرا على تتبعكم